مشاركة جميع الأطراف اليمنية وعبرنا عن أملنا بأنه سيتم التوصل إلى حل نهائي لإعادة عمل الخطة الشاملة والمشتركة حول الملف الإيراني وهذا سيساعد في استقرار الوضع في المنطقة وأولينا اهتماما أيضا للوضع في أوكرانيا وحوله وقد عبرت عن امتناني لأصدقائنا من البحرين وكما قمنا بذلك قبل عدة أيام مع ممثلية الجامعة العربية وقد أطلعنا أصدقائنا على مجرى العملية لحماية سكان الدنباس من التهديدات للنازيين الأوكرانيين وأعطاء الحقوق لجميع مواطنيين هذه الدولة وبما في ذلك الناطقين باللغة الروسية وتبدلنا الآراء والتقييمات حول المحفوضات الروسية الأوكرانية ولفتنا الانتباه إلى الحقوق حيث أن الأوكرانيين نفسهم وباقتراحاتهم بدأوا يتراجعوا عن ما تم اقتراحه في السابق ويقومون بالاستفزازات كما جرى في بوتشا وأيضا الوحشية التي صورت على الفيديو كيف يتصرفون ويتصرف الكتاب النازية مع الأسراء الروس ولقد أشارنا أن ملك البحرين قدم مبادرة لاتخاذ جهود إضافية للتسويع السلمية وهذه المبادرات موجودة ضمن سياق النص لفهم الأهداف لأمن غير المجزء في أوروبا وفهم أن الوضع الحالي ليس فقط مرتبط بالوضع في أوكرانيا وإنما بتلك الأسس التي يجب أن تضمن الأمن في القارة الأوروبية وفقا للاتفاق بأن الأمن يجب أن يكون متساوي وغير مجزء ولا يمكن بناء أمن جهة على حساب الآخرين وعلى هذا المسار يجب علينا أن نبني عملنا المستقبلي مع تسوية الوضع في أوكرانيا وفقا للمبادرات التي قدمتها روسيا وبنفس الوقت من دون إبعاد الوضع العالمي والذي يعتبر هو السبب أيضا في الوضع الذي يجري في أوكرانيا في الوقت الحالي وأشكر زميلي على التنسيق في عملنا والثقة شكرا شكرا أن ننتهز هذه المناسبة لأعرب عن سعادتي بزيارة روسيا الاتحادية هذا البلد المهم على الصعيد العالمي نظرا لأهمية دوره التاريخي الأساسي عبر عقود في تعزيز الأمن والسن الدوليين وضمان إمدادات الطاقة العالمية ونقدر المكان الكبير التي تحتلها روسيا العضو الدائم بمجلس الأمن في الميزان الدولي مما أسهم في حفظ الأمن والاستقرار الأقليمي والدولي لقد أجريت اليوم مع معاني الوزير جلست مباحثات مناءة ومثمرة اتسمت بالصراحة والوضوح وعبرت عن علاقات التعاون الوثيقة بين بلدين واستعرضت مع معاني الوزير علاقات التعاون المشترك وأكدنا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتطوير تنمية مجالات التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل في مختلف المجالات بما يحقق أهداف وتطلعات البلدين كما تبادلت مع معاني الوزير وجهات النظر والآراء بشأن مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في أوكرانيا واطلعت من معاليه على الجهود التي تبذل عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل إلى وقف اطلاق النار وتسوية سياسية تنهي النزاع بين الطرفين بما يحقق المتطلبات الأمنية للجميع ويحفظ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي هذا الصدد نشكر الدول التي تسعى إلى تقديم المساعدة لحل الإشكالات القائمة كما تطرقنا إلى الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والصراعات الدائرة فيها والجهود التي تبذل لتسوية النزاعات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوبها بما في ذلك القضية الفلسطينية حيث أكدنا على همية حل الدولتين إضافة إلى تطورات الواضح اليمن وقد عبرت عن الترحيب بإعلان الرئيس اليمني تشكيل مجلس رئاسي انتقالي لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية ومفاوضات الملف النووي الإيراني حيث عبرت عن القلق من سير المفاوضات وأكدت على همية هذا الملف الذي يتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة وضرورة أن تشتمل المفاوضات مع إيران على معالجة ممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها للأرهاب والمليشيات الطائفية وبرنامج الصواريخ الإيرانية وأكدت على موقف مملكة البحرين الثابت تجاه أهمية الاتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة القائمة على حل النزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية للتوصل لتسوية سلمية شاملة ودائمة في أوكرانيا لأن الدعوة للسلام هو النهج والخيار الاستراتيجي الذي اختارته مملكة البحرين وهي تدعو أن يعم السلام العالم من أجل خير البشرية جمعا وعبت لمعالي الوزير عن تقديرنا لسعي روسيا إلى حل هذا الخلاف بالحوار والمفاوضات المباشرة وأكدت معالي أن الدول المحبة للسلام تقوم بدور مساند ومساعد لإنهاء الصراع لإدراكها مخاطر الحروب وما تسببه من آلام ودمار ونحن نرفض الحروب وندعو إلى وقفها ونتطلع أن يعم الأمن والسلم والاستقرار كافة الدول العالم كما أكدت على همية العمل على تدليل كافة العقبات لتسهيل فتح الممرات الآمنة للمدنيين وتوفير الحماية لهم وإيصال المساعدات الإنسانية والإيقاثية لللاجئين والنازحين وتخفيف معاناة المتضررين تحت إشراف الأمم المتحدة ووفق مبادئ القانون الدولي الإنساني لذا نؤكد على همية اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية من أجل سلام شامل ومستدام في أوروبا يحقق الخير والازدهار لدولها وشعوبها لأن تحقيق الاستقرار في أوروبا يمثل استقراراً للعالم أجمع كما وندعو جميع الدول والمجموعات الدولية للقيام بدور مبناء لحل الخلاف والابتعاد عن أي خطوات تسهم في تأجيج المواقف والتصعيد وزيادة الخسائر في الأرواح من الجانبين وفي الختام لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لمعاليك على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وشكراً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة